نحفظكم الأسرار بشواهد معينة تبقوا وعيين لحاجة مهمة قوي أن الأسرار السبعة مش اختراع الكنيسة ولا ابتدت في العصور المتأخرة زي ما البعض بيقول أسرار السبعة دي أسسها المسيح وعاشتها الكنيسة من قبل كتابة الأنجيل قبل ما الأنجيل كان يتكتب العهد الجديد كان فيه معمودية كان فيه تناول كان فيه كهنوت كان فيه توبة واعتراف قبل ما العهد الجديد يتكتب ولأن القديس يحنى هو آخر إنجيلي كتب وكان بيكمل الصورة لأنه البقين كلهم كانوا سفروا السماء متى ومرقص ولوء أو بولس وكل دول مشوا في السبعينات استشهدوا كله فضل يحنى للتسعينات فلما كتب إنجيل يحنى في آخر التسعينات كان بيركز على نقطتين ولوهة المسيح لأن ابتدت تشكيك فيها يعلى فكل إنجيل يحنى بيقول هذي قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله وإنجيل يحنى هو أكتر إنجيل بيعبر عن حياة الكنيسة ساعتا وعشان كده أكتر إنجيل نلاقي فيه إثباتات صريحة عن الأصرار السبعة في الكنيسة وده اللي أحفظه لكم بس أعاوز دماغكم صح صح شوي بنسمي الأنجيل الأربعة ثلاثة منهم متة ومرقص ولوءة لأن 80% of the contents are the same متة ومرقص ولوءة 80% من المحتوى تقريبا واحد 20% مختلف أو متكامل يحنى العكس أقل من 20% مشترك مع متة ومرقص ولوءة وأكتر من 80% مختلف مختلف مش معناه معارض لا مكمل يعني حكاية السامرية مش موجودة في متة ومرقص ولوءة واخدأ صح طويل قوي يحنى عرص قانا الجليل مش موجود في متة ومرقص ولوءة واخدأ يحنى اثنين مثلا الراعي الصالح والوعظة المشهورة دي يحنى عشر موجودة كده سطر في بعض اللي أنا جيل الباراكليت خمس إصححات يحنى 13-14-15-16-17 مش موجود الحكاوي دي كلها في متة ومرقص ولوءة يبقى واضح أن يحنى بيكمل بالروح القدس اللي الناس مش عارفها عشان يأكد اللهوت والأسرار إذن المسيح هو مؤسس الأسرار دي عقيدتنا وخلي بالكم الفكرة لو الكنيسة هي اللي ابتدت الأسرار نسمي الأسرار طقس لو المسيح هو اللي عمل الأسرار نسمي الأسرار عقيدة لشان فيه ناس بتتلخبط الفرق بين الطقس والعقيدة الكنيسة عملت ألحان فنقول الألحان جزء من الطقس يعبر عن عقيدة لكن لما المسيح اللي يعمل الحاجة ويقول ضروريتها ما يبقاش طقس طقس يعني نظام لكن عقيدة يعني إيمان العقيدة دي مسلمة من المسيح ما فيش رسول يقدر يضيف عليه ولا أسقف ولا بطرك مهما حصل دي التروث تروث إيس كرايست كرايست ريفيل دي تروث فعند الحقيقة ما حس يقدر يضيف ولا يطرح لكن التعبير عنها بألحان بأيقونات بليتورجيات كل ده قابل هنا الطقس بيعبر عشان كي عندنا لتورجية القديس باسيليوس والدأس القديس سغريغوريوس أوكي وده قابل للإضافة والتغيير فهمين يعني واحد يقول لك اللحنة ده كان موجود زمان بطلوا يقولوا مش مصيبة العقيدة ما بتختلفش لكن الأيقونة الفن تطور شوية ما فيش خطورة على فكرة ما فيش خطورة طالما بيعبر عن نفس العقيدة لكن ما فيش حاجة اسمها العقيدة تطورت دي كلمة غلط ما تصدقهاش لأن العقيدة دي التروث ما تطورتش مش احنا اللي قلنا المعمودية ضروري للخلاص ده اللي قالها المسيح دي حاجة ثبتة اللي مش عجبها يبقى أخو أرطوقي لكن هي حاجة ثبتة من هنا تعالوا أحفظكم بقى كم حاجة المعمودية هنحفظ واحد تلاتة خمسة تسعة يعني إيه الشغلة دي يعني إنجيل يوحن الإصحاح الأول هو اللي حكالنا غطاص المسيح معمودية المسيح ودي بتتقري ليلة عيد الغطاص ده نص أساسي وده العيد هو يوحنى واحد لأنه احنا ما كناش هنتعمد لو المسيح ما تعمدش لأنه بدأ معمودية يحل فيها الروح القدس على الإنسان فيش معمودية قبل كده فيها الشغلة دي إذن دي معمودية عهد جديد ثلاثة هو حوار المسيح مع نيقود يموس إنه اللي مش هيتعمد مش هيدخل للسام كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر إن كان أحد لا يولد من الماء واروع لن يعين ملكه طالله اللي تولد من جسد هيفضل جسد اللي تولد من روح هو ده اللي روح وبإلحاح وإصرار المسيح أكد ما فيش خلاص بدون معمودية يحنى خمسة قصة المخلع اللي لما الماء تتحرك الملاك يحركها اللي ينزل يخف من أي مرض اللي أبقى له هي دي إكزامبل المعمودية الماء لما يبقى الروح القدس بيحركها أي خطية تشالت أي مرض يخف المرض روح فيها أولادة جديدة مولود أعمى بقى يحنى تسعة يكمل الشغلة ده إنجيل التناصير إنجيل حد التناصير اخترته الكنيسة عشان تقول كل الناس مولودين عميان وما بيحصلش استنارة إلا بالمعمودية خليقة جديدة أمر إلهي مية وأمر إلهي نروح القدس يبقى لما أقولك المعمودية في إنجيل يوحنى تقولي إيه واحد ثلاثة خمسة تسعة سهلة الحكاية طبعا لو بقى أنت شاطر هتبقى عارف أنت بتقول إيه بالضبط يعني واحد ليه وتلاثة ليه وخمسة بس كده لكن لو تزنقت وفتحت عكوبتك ريدر وإنت حافظ هتلاقي أيوة افتكرت ثلاثة دي بتاعتني قديموس اللي كان بيحكي مع المسيح وأصر على المعمودية لما نروح للميرون ناخد سبعة أربعتاشر خمستاشر ستاشر إيه بقى الحكاية دي الميرون هو الروح القدس والميرون هو كلمة المسحة والمسحة دي موجودة عهد قديم وطوايف دلوقتي بتقول ليه وقفت وقفت إزاي؟ دا الروح القدس استقر في المؤمنين في العهد الجديد ما كانش مستقر في العهد القديم يعني شاول فارقة في روح الراب مع أنه كان مسيح الراب هنا أول عزة في يحنة سبعة المسيح أعلن هديته في العهد الجديد للمؤمنين هي الروح القدس لشان كده الوعظة دي بيعتبروها هامة جدا لأنه أعلن أنه دا العلامة المميزة لمؤمني العهد الجديد يقول إن عطر شاعد فليقبل إليه ورشب من آم نبي تجري من بطنه أنهر مع حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنين مزمعين أن يقبلوا لأن الروح القدس لم يكن قد أعطيه بعد لأن يسوع لم يكن قد مجده فهمنا دي يعني الروح القدس ما كانش لسه حل كان لازم يسوع يتمجد يعني يموت ويقوم ويصعد كل دا اسمه المجد بعدين الروح القدس يكي من يوم الخمسين بقينا كلنا ناخد الروح القدس يبقى هنا الروح القدس أنا مش بفصر كلمة الميرون أو المسح أنا بتكلم عن الروح القدس وضرورة سكنا في كل مؤمن يحنى بقى 14 و15 و16 دول جزء من حاجة اسمها إصححات الباراكليت كنستنا سمتها كده لأنه عزات المسيح الطويلة يوم خميس العهد الخمس إصححات دول كلهم ربع إنجيل يحنى اتقال في يوم واحد يوم خميس العهد من 13 ل17 كل دول يوم خميس العهد والشمامسة عارفين بتتقري إمتى الساعة الأولى من ليلة الجمعة الكبير يعني خميس العهد بعض الظهر بعده قدس خميس العهد بنقرى الخمس إصححات لأن ده مكانهم في الأحداث هنا تلاقي آيات كتير قوي عن عمل الروح القدس في كل مؤمن عشان يدخل السم متى جاء المعزي الذي أرسله مثلا ينبسق يشهد لي مقروح الحق مسميات وأفعال فانكشنز واضحة للروح القدس أنا مش بحكي عقيدة دلوقتي مش بفسر أنا بفكركم بس إن الروح القدس وضرورة سكناه في كل مؤمن موجود في يوحنى 7 وبعدين في إصححات الباراكليت اللي هتفتكر من إضرب 7 في 2 وزود 2 14 15 16 أوكي ندخل على السر الثالث التوبة والاعتراف 4 8 11 20 هنا برضو ما كانش حد بيشكك في التوبة ولا الاعتراف في زمنهم فهي مش متقالة بالشكل اللي يرضي الناس النهاردة لكن واضحة مستقرة لقصة السامرية في يوحنى 4 هي توبة واعتراف لأنه ما سبهاش غير لما اتفتح الماضي كان لك خمسة أزواج اللي معاكي مش ليكي بس بالصدق وقلت قالت له أنا أنت نبي وبدأت موضوع السجود يبقى هنا طلعنا خلاص من الماضي وبدأت تكلم عن السجود وطركت الجرة وبدأت حياة جديدة يبقى فيها توبة عطرة نفس السيناريو في تمانية التمانية دي المرأة التي أمسكت في ذات الفعل قال لها ولا أنا أدينك من اللي بيقول الديان يبقى لما قال لها ولا أنا أدينك هي بالضبط زي مخفورة لك خطاياك لأن اللي بينطق دا المسيح يبقى رفع العقوبة عنها مع أنها ممسكة في ذات الفعل بس حط شرط اللي بيحطوا كل كاهن في كل اعتراف لا تعود تخطئي أيضا ضمنيا وإنت بتعترف ضمنيا بتقولها حاول مغلطتين مش كده وإلا منجيش تعترف يبقى متعبر على التوبة والأعتراف يحن 11 الأباء ربطوا كلمة حلوه دي بالحل بتاع الكهنوت الأباء قالوا كده ليه؟ لأن إقامة الموتة هي التوبة ابني كان ميتا فعاش فالعذر لما قام دا عمل المسيح سر الإقامة إن واحد يتوب ويتغير دا عمل المسيح لكن الرسل أو الكهنوت عليهم دور إيه؟ يحلوا ويبتدوا معا حياة جديدة أخيرا يوحن 20 دا النص الصريح بتاع الكهنوت والأعتراف من غفرتم خطاياهم غفرت من أمسكتموها عليهم أمسكت يبقى سلم الغفران للكهنوت للرسل إنتوا اللي هتغفروا بعد كده وإنتوا اللي هتمسكوا يبقى التوبة والأعتراف موجودة أربعة، تمانية، حداشر، عشرين أتمنى تكونوا مركزين هنكمل وهنشوف في الآخر هنتوه مع بعض يحن 6 الإفخارستية هحط إصحاح واحد دا أسهل حاجة تحفظوها بس دا بقى أطول إصحاح وأطول سر مشروح وهنا عاوز أقول لكم قضية هامة جدا ما طيروا متى ومرقص ولو أطلحظوا الثلاثة ذكروا خميس الععد أخذ خبزا وشكرا وبركة وخسر محدش فيكوا فكر هو ليه التلاميذ؟ ما قالوا لهش يعني إيه؟ لما قال لهم خذوا كل هذا هو جسدي هو التلاميذ ليه؟ ما استغربوش، ما استنكروش، ما حتى ما استفسروش لأن بقى أتاري قبلها كان شارح السر باستفادة وده اللي ما كانش ذكروا متى ومرقص ولو أخذ فجي يحنى حكالنا بقى إنه بعد الخمس خبزات لما الناس طلعت وراها عاوزة تأكل تاني قال لهم كفاياك وأكل أنا مش جاية أديكوا أكل أرضي قالوا لهم ثم تعمل زي موسى تنزل من قال لهم حتى المن ما سعفهمش، ما يتوفي الآخر أنا جاية أديكوا خبز نازل من السماء أنا الخبز اللي هيكلني يعيش به وابتدوا يعترضوا، وابتدوا يلح اللي مش هيكل مش هيدخل السماء وجسدي يتاكل، صدقوني مفيش فائدة، الرسل عجبهم الكلام جدا فيوم خميس العهد أول ما ألخذوا كله هذا هو جسدي كانوا في منتهى الساعات لأنهما حضروا ده كله قبل كده تفهمتوا حاجة؟ إذن يوحنى 6 كان موقعها قبل خميس العهد بفتر طيب، سر اللي بعد التناول ناخد سر الكهنوت الكهنوت سهل جدا عشرة وعشرين ليه؟ عشرة إنجيل الرعي الصالح كلكم عارفين أنه لما بيترسم أسقف أو بطرق بنقرى الرعي الصالح لما يتنيح أسقف أو بطرق نقرى الرعي الصالح لما يطلع السنكسار أسقف أو بطرق نقرى الرعي الصالح لأن ده زي ما تقولوا مرجع الكهنوت أنا هو الرعي الصالح والرعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ويقول مثلا الخراف تعرف صوته وتتبعه ولا تعرف صوته الغريبة عشرين هو نفس الناس اللي قلناه من غفرتم خطاياهم بعد النفخة النفخة دي نفخة الكهنوت اللي تسمحوا أنا هسامحوا سر الزواج سهل قوي يوحنى اتنين عرصق أنا الجليل الجواز نفرين يبقى اتنين عرصق أنا الجليل أخيرا مسحة المرضى أرجع للمخلعتين اللي منكو صلى أنديل قبل كده أول صلوة في الأنديل أول شامعة في الأنديل إنجيل يوحنى خمسة المخلعة ليه؟ لأنه يجمع ما بين الشفاء والغفران هو خلا يقف يمشي وقال له إيه؟ لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر فكأن كنيسة بتقول أن مسحة المرضى مش بس شفاء في غفران إلا أنا عاوزكوا تحفظوا المنظر الأخراني ده المنظر ده يا حبائي أتمنى تحفظوا صم مش تتصوروا بس لأنه أنتو كخدام لازم تبقى مقتعا خلي بالكو أنا كل كلامي من إنجيل يوحنى بس إحنا لو عادنا نقول صلى على سر الزواج من يوه متى 19 وقافة 5 وتكوين 2 ونقعد بقى نحطه النصوص كتير قوي أنا أتكلم على إحنا بس عشان اللي بيشككه في الأسرار ستبقى أنت مقتنع أنه لا الأسرار ده عمل المسيح إذن هي عقيدة معبر عنها بطاقس لكن هي مش مجرد يعني النظام حطته الكنيسة الكلمة دي غلط ودي تسيء تماما للكنيسة الكنيسة التقليدية عموم ترجمة نانسي قنقر